وضيفه هاتي الحلقة رشيد لوالي وعجبني هاد رحلة وعي بحالله الولاد ما كيهدروش بزاف على هاد القادية في الانترنت ميسوفون كتلقى الحركات النسوية ولا كتلقى اللبنات اللي كي لما كتفشل ايش حرية إنسان من هاده تخلق وموقياتي وزيدوه ما احتاج لهاد الحرية روح هاد الهجوم على المنتخب النسوي اللي يبانوا في جوش فئاته وضع المغربية كتربح في حاجة واحدة هي النفق ايش نو بلليك فات الصينفين بجوش ايش نقولك الصينفين كعبروها المجتمع اللين فريد اختك كتبغي الكورة كتبغي الرياضة بالنسبة الناس اللي غان هاضروا على اللي كي حرموا را واحد الناس وواحد الوقت وصلوا كل شي حرموا قلال الفقه اللي شفناهم اكزاكتهموا لما كيربعوا الفلوس لكي يديروا بيهم هلاش هاد السراعات كاملة كنشوفه في الريزوسوسيو كتلقى سراعات بين المرأة ضد الرجل وبين الرجل ضد المرأة الفراغ الاسري لانه وش حالة دي كانت الاسرة يلي كتكون اتعرف شنه هي الاسرة ونفي ايقول لك ورا هنفي كي يجي دور المرأة انا اخي ستقلس في الطار باش تربي ولادها والراجل ولا يخدم ايش صحيح اكي واش تقدر تساوي مع الراجل ولا الله واش احنا بسراع بانه هنا نتساوي اش تلي برتيه ابعدو ما يكونو للعدر هاتش اللي برتيه ورا هو المساواة مشيت مشيت فضح وحيت عندك كاميرا ما عرفتيش ما تقل بها هاتقول هالله شنه نقول ونقول بدا نعطيه نفرق في النصة ايه ايه اش كوني قال كتا تفرق في النصة ايه وكانت عندك هاد القابلية شنه الصيف اللي بريت تعرفها على الناس كمي اكي يقولش هادا صحافي هادا هاتو سانا صحافي وغادي استغل مني وغادي مبعد غايش بدا هذا موضوع موعمر بلا مرتاح لا مرتاح وش شهراء بينات جوانب اخرى من شخصيتك اللي ما كتيش كتا عرفها من قبل وش رشيد الوالي استغلش نهار الشهراء ديالو لقضاء مصالح شخصية بمعنى مش صالح شخصية فسحنا ما عطيوش الرشوة لا لا غير ما عطيوش انا را عطي قدرت عبر رشوة نكونوا واقعين نخلي ممي ونقر نسد الصف ونخلا تموت ها بشي نعطي الرشوة ولا بغي يبعد من الفن بشوية بشوية وتبقيت يتبعد من الفن قد يكونوا ديالك عيتي أعرف خبارك بزيال ديالأعمال برتون ما تخلطش فيهم والموسم والثالث من برامج طويل توكس رحلة وعي مع كل ضيف وضيفه هاتي الحلقة رشيد الوالي مرحبا بك سي رشيد وشكرا مزاف حيث قبلت الدعوة باش تدوز معنا في برنامج طولت مرحبا بأسامة وتبارك الله عليك وعجبتني هاد رحلة وعي إن شاء الله هاد الحلقات تكون رحلة توعي إن شاء الله أنا أختاريتها صراحة تكون جلسة نفسي أحسن أحسن يعني بلا ما ندخلو في التكنيكس ووقتو في الفن ولا في الإخراج إلاجات إلاجات طبما وغا تفيد الناس الأهم هو أن أنا نغضروه بشي حاجة اللي غا يمكن تفيد الناس أنا أصبحت عندي حساسية من من لقاءات واللي كيقلبوا فيهم عن الليبوز وعالأشياء اللي غا يمكن يلتقطوها ويقطعوها باش من بعد تجلب المشاهدات أصبحت كنكرها ما بقينا كأنه الدومين ديالنا ولا فقط كنقلبوا العورات ديال الناس أو الأخطاء ديالهم على هذه أبعاد علينا وعلى تربيتنا وعلى الدين ديالنا فإذنك أنا فرحان أنه إن شاء الله هتكون هاد الجلسة ديالنا بهذا الوعي وكنت يرفض طيب بزيفت المقابلات اللي كانت طبعا علش قبلتي بتردز في التواتفوكس؟ قبلت أولا كي قلت مع أولدي اللي أنا وادرنا عليك من قبل وتبعتك وكنت يجيتي عندي للدار في البداية ديالك وعرفت القصة ديالك كيفاش عنا كي تجيتي موح المدينة بعيدة وبقيتي ملحاح وكتشد الكار وكتجي للدار بعيدة وكتقلب كيفاش تتواصل مع الناس كنعرف عنها شي حاجة ماشي سهلة وغيان كبورسة عندي لك هاد تقدير و هاد الاحترام أبخي تغلطو لما تغلطش اللي ما غلطش ولي ما وقعش في المشاكين ما كيتحلمش في الحياة دياله وحنا إنا كنقولوا أننا ناس كيمدوا يديهم الشباب وكيأمنوا بالشباب كيخصهم يقبلوا على الشباب بكل شي ديالهم بشرط هاد الشباب بيكونوا كيتسنتوا وميكونوش في هاد كيحسبوا رأسهم أنا وما بعد الطوفان ولا أنا اللي كان عارفوا انتو ما جيل القديم لأنه اللي كينكر الجيل القديم ولا اللي دارو هو جيل الأجداد بحالش واحد تعرف في الدروج أو إلا تعرف في الدروج وتوصلت إلى فوق وهل رصدو كل تحتانيين ما تقدرش ما تقدرش لا بدأ تحتاج يا أنت هتعود تنزل باش تطلع حاجة أخرى والأغراض ديالك لا يوحدين أخرين هيتطلعوا لأنهم ممكنش تقول لا أنا بالدرجة العاشرة اللهم ما يصير وعادي تدعو على القديم تديل الجيل كنسموح للجيل الجديد بسبب الجيل التك توك والعستغراب والفيسبوك وكتب سراشيد كيف ما كان عرفوليك أنت ممثل ومنتج ومخرج مغربي شاركتي في عدة أفلام ومسلسلات مغربية وأجنبية وقد تعتبر واحد من أنجح الممثلين وأكثرهم شهرتا الحمد لله السؤال ديالي من طالب سلك الباكالورية شعبات الأداب العصرية إلى المدرسة الوطنية للفن الدرامي والمسرحي وش الفن كان حلم منذ الطفولة؟ تحت إشراف الأستاذ عباس إبراهيم الله يرحمه لأنه أنا كتلح أنه هذا الأستاذ اللي كان السبب أن يدخل للمسرح وأعلمني كل حاجة زوينة أعلمني الاجتهاد ونكران الدات وأن الإنسان مهما يوصل يبقى يقول أنه ما دار تواله أليس بديت بهذه النقطة ربما؟ لأنه في هذا الوقت ديالنا ولينا كنشوفوا الناس كي يبدأوا كي يصفقوا عليهم مرة ولا جوج ولا كي يبقنوا في فيلم ولا مسلسل ولا شي حاجة ولا احتفاضي حون بعد كي يقولوا إحنا ناس مهمين وما أبعد ما يكون بحلا كنولدوه ناس أو مرضى نفسانيين فيما بعد لأن هنهار اللي غي يطفع عليهم الضو وغادي يشعروا بأنهم مفضوحين في الوقت اللي لاشعل عليك الضو وليك تحشم لأنه عندك جزاف ما تستر ولكن هم بدأوا بالعكس ما كانش حلمي بصراحة أنني ندير المصرح ولا نكون فنان سوفان كان هادر على الطفولة ديالي وكتعرف الطفولة ديالي وكيفش كنت مريض سوفان كان نقول أنني عشت بزاف باربعات الحيوط وانا في المستشفى العسكاري كان حلمي الوحيد هو أنني ما نخدمش باربعات الحيوط أنا ما نكونش موظف هلاش فقط أما احترامي يلقى الناس اللي يخدموه ووالدنا اللي يخدموه باربعات الحيوط وأجدادنا هذا ما احترامنا اليوم ولكن أنا كانت عندي هادلا فوبي كنقولي لا خدمتش نهار فاغنكون صحفي ولي ما لا هلاش لي أنه الصحفي كيسافر كي بتقل الواقع ديالو تكساعة وانا صغير وانا في السبطار كنسمع بالقضية الفلسطينية كنعرف بزاف كنقول شنهار بأباري ديالي بكاميرا بصورة يمكن لي نفضح أو على الأقل وضعي دي على بزاف ديال المشاكل هتغير الإنسان هتقولي يا واي لي واش واش واحد صغير عنده هاد الوعي غنقولك اه عنده هاد الوعي علاش الوعي لانه جات الإسانسيال ديال الحياة ديالي الناس كاملين ولكن مزيال واحد يغضر على رأسه لانا قربت من الموت وانا صغير بزاف دروا لي بزاف ديال العمليات بحكم انه كنت في السبطار في مستشفى العسكري مع الجنود فكتير ما مرضيك يتسمى بالحنش نا تماما لا دفترين فكنت بزاف فيهم كان نطل عليه ولا كان ناكل معهم ولا كان نمشي نعود لهم القصص ويومين بعد ولا تلتة يام كان نسمعناهم توفاوا ولا تزدت الحالة ديالهم بمعنا أنا معاك دابا ولكن ما نضمنوش غدا طيب كما تشوف هذا كانت تقول اشنا هو الاساسي في الحياة ومن ذلك تبنى تقع السياسة ديالي ولا النوعية كيفاش كنشتغل على نفسي تبنى تعليها ما انني فاليفار الإسانسيال والحاجة اللي غديغت تقلع ديك على النفسية ديالك ولا ما تخليكش تجاوز العقابات بعد منها ولا بعد ذلك الطريق نهائيا بعدها باش نجاوبك وش كنت كان حلم ولا لا ودك الوقيتها فاش كنتي كتشوف الناس آخرين كيموتوا كنتي كتقول ثلاثة البعض الناس كانوا كيموتوا في مهار واحد على ما اعتقدتها بسبب المرض اللي كنتي كنتي كتشتي كنتي كتقول صافي راه تعنا راه عن تبعهم ولا تقتي بأنه ركينا فرصة الحضار شتي لما كي وقعو لك بزيف ديال الحوي جيت كتبس اعمل بالمعزيزة كتبس اعمل ان الله كم بغي يديني كنت دادني حالة فاديك المرة اللولى والفتانية والفتالتة فكتقول لا كينش يسير ما كي يخلقش عندك الطمئنان ولكن كتبول على الاقل عندي رسالة ولا ربي طولي العمر لانه كينش رسالة ما كنقولوش احنا انبياء ولا رسول ولا ناس مهمين ولا عباقرة ريمكن رسالة تكون عند الانسان بسيطة في اولاده في امراته في داره في عائلته في حومته كل واحد كي ادي رسالته في الحياة المشكل اللي يوقع عندنا دابا هو ان الانسان ولاد عنده معكوسة الى عاش هم او ازمة او كريز كتوليه دي كي رسالته يخصي وصير هالكل شي هو كي حطم الناس كي حطم حلم دي الناس وحدين اخرين نعطيك اي مثال شحال اللي كنشوفه في الانترنت وهدي اضرنا عليها دي الناس اللي ما كيتوفقوش في الزواج والبنات شغطو سبحالله الولاد ما كي يدرش بزاف على هدل قادية في الانترنت ميسوفون كتلقى الحركات النيسوية وكتلقى البنات اللي كي لما كتفشل كتخرج الاعلام وكي يبانو جه اخر كتبدت تصوق الصورات دي لانها ما محتاجوش للرجل وانها عايشة مزيان عايشة فرحانة يمكن الناس يكذبوا عليهم ولكن من تالي كتشتغل معهم لانك في ضمين واحد في الفن كتشوفهم كيفاش يعيشون كتشوف الكريز اللي كي يجيهم كتشوف المعاناة ديالهم كتقول حرام كون عيك انا تشيب الصح انها مرتاحة بشي بس ما كينو لكن ما مرتاحاش كتمشي عن الطبيب نفساني ومقلمة وكتطح بدي كريز وكتعاني وتحجمها مرتاحة فيها وكتقدرش تتكونسنترا ولكن هلاش كنسو وقول هات الناس هتقول يمن من العيب واش منهم هم غيك يعبروا من العيب منهم اللي كيستدفوهم و اللي كيسمعوهم في نفس الوقت فقط اللي كيستدفوهم كتكون حملة ضد ما نقولش انا حملة شوف ما نقولش حملة حملة تخو زما بعض المرات كي يدروع لها الماسونية ويدروع لها بجزاب الحويج و هذا لا ماشي حملة غيه هو منيك تتلق شي حاجان ما كنكونوش الحب حال الحرية الحرية ما كتبقى معقامة معقامة مع الواحد ووحد ناركة تضيح حريته ما كعرف ما يدير بها كيعرفش ان حريته كتتساليف منيك تتقاس الحرية للاخرين كيمكن له بحكم انه بغي نطالق ويقول مكان ويقول الوليدات غير ما على على سبيل المثال ان الانسان يقولك انا صارح كي نقول شعرات ما بين الصراحة والواقعة كيف انت صارح ولماذا تصدم هذا اللي حداك لا انا صارح وعرفت انت انت اللي عندك الحق ان رأيك هو الصحيح اعطيني شي حاجه من غير انك انتك تدر على رأسك لذلك كيف تدخل في ناطق حرية التعبير لا يوجد حرية التعبير لا يوجد حرية التعبير محدودة كيف تدخل هذه الكلمات حرية حدثها رخصها مجلدات كيف هي الحرية لا يوجد حرية من هذا التخلق هو مقيد وزيدهم لا يحتاج لهذه الحرية لأن المتعة للحياة هي انك تلعب في اطار عندما تلعبون ومباراة في القرية القادم لانك الحرية في الكارير لان انت خرجتها والتعبير فهمت اذا لم تتلع في البواء البواء المرمى خارجه حتى اصلت لهذا الهدف وصلت لهذا الهدف بمعنى الحرية حتى لديك خارج هذا المربا تدخل هذه الحياة في كارير الحياة انسان كله احنا نحن لعب لا يريد الحواج ولا يريد أننا نكونوا صغر بحاجة لنا لذلك لا تستطيع أن تتلع لا تستطيع أن تتلع لك الباب لا تستطيع أن تتلع لا تستطيع أن تتلع تقول لنا من هالي سمعت اخرجت الدنيا وكان سمعت الانتر دي لانتر دي باس كنت بالفترة ديالك كنتمشي الحاجة اللي كتأهديك ومن انكبرنا وغجال اعلام باش رجعوا الكلام ديالنا والغيزو سوسيو نحن على فهذه المشألة فين كانت وقفت الحدود ديالنا وفين كانت جاوزوا وفين كانوا نقول لي وحنا مؤثرين سلبيين على المجتمع ديالنا وفين كانوا نقول لي وحنا دي ماريونيت اللي كانوا نعودوا لكلام ديالو حدين اخرين اللي بغاوا يطروا هنا به من اجل يتسويق فكر ما او منتوج ما او انهم يحطموا فقط الانسانية كي نحاول ديبان نهضر معك غرب نو خود رحت كان اعرف تاني فين غادي نباس لكن احتملي دويتي على المرأة كبريلو دويتي على وسائل التواصل الشيماعية ديالانستغرام والتكتوب احنا ديبار غر مؤخرا شفنا الانجاز التاريخي ديال منتخب النسوي كل احدا في كاسل العالم السيدات واول مشاركة تأهلوا الدورة موني هادي الانجاز والي يخلنا اننا نفتخروا بهذا الانجاز كمغاربة وكنتي تنتهي نأتيهم في أحد المنشورة ديالك على الفيسبوك ولكن ترى واحد الهجوم على المنتخب النسوي اللي يبانوا في جوج فئات فئاته عارض بحكم المنطلق الديني بأنها لا يجوز المرأة أنها تلعب أو تمارس مثل هذه الألعاب الرياضية بحكم الباس اللي كيتفرض عليها أثناء المباراة لأنها هو لباس محرم وفئة واحدة واخرى اللي كتستفز بواحد النوع دي للتعالق مثلا المرأة بلص الكوزينة وخصوصا من اللي كان خسر المنتخب بستار زيرو في المباراة الأولى وكانوا كيكتبو دي كومنتيك كيحطو دي بوص بأن المرأة المغربية كتربح في حاجة وحدة هي النفاقة شنو بليك فات الصينفين بجوجه شنو نقولك الصينفين كي عبروها المجتمع اختلاف رحمة وأن كل واحد يكون عنده رأيو ستخي بيان فقط الفرق اليوم هو أنه واش كل واحد عنده الأدوات باش يعبر علي ذاك شنو اللي بغى بعض المرأة كيخون الناس كيخونهم التعبير وبعض المرأة كيهضرون انطلاقا من تجارب مريرة اللي دازوا منها وبعض المرأة كيهضرون انطلاقا من التأثير ديال اللي غيزوا وكي اللي غي كيسمع وكيقلد بمعنى هادو كانوا ضد انا غيزوا ضد والاخرين كانوا معا انا غدين كون معا والفقهاء او الوحدين اخرين قا اردو هادشي ميسواش وحرام را غدين مشي معهم الاهما هادشي كله هو ان الانسان يكون عنده الفكرة دياله ويدير راسه فلاس الاخرين لانفريد اختك كتبغي الكورة كتبغي الرياضة اي رياضة كانت وحتى المنتخب النسوي تلقى واحدة فيهم مرأة اختنات قدرت تكون مرأة اختنات قدرت تكون خالتي عمتي مرأتي كده معلوم ديوغس اعاهل البلاد المالك الله يحفظه اكان اول واحد اللي تصل بهم باش يهنيهم لانهم مبقاش كيمتلو راسهم مكيمتلوش كوزينة مكيمتلوش كيمتلو مرأة دابوغ انسانة تكون عندها اي رياضة عدد عليك انها مغربية ولوصلت لهنا اما حسن حتى اللي كيكونه ضد انا مع هاد الفئة ولا مع الفئة الاخرى اللي في البيران وهذا وكيديرو دي فيديو ديال هوم وكيبين وهذا كيشبوا واحد طريقة باشي عاد اللي انا بنسبالي اياه تقول ما يمكنش واحد كيلو حوت فوق منه الفلوس شنو اللي كيأثر انتا كفقيه تكون اللي كيأثر بالزاف واشو حدالي كتعرق وتجريه وتدير رياضة وهذا لانه كتبغي تمرش رياضة واحد نار كتلعب من اجل البلاد لانه عنده واحد سخطانع جنباد هاتش كله اللي ما كانش عنده كفاءة وكانوا عنده مدربين وكتحلم انه تدير شعجر ما توصلوش ولكن الشي الاخر ما كان هدروش راكي دور في اللي غيز وصلوش كيت اطروبه الناس ولكن الجواب ديالك الحكم اللي كيقولوا بأن راح حرام على المرأة انها تمارس هاد هو هذا الجواب الجواب الى اي حد رأي ديالك انتا سي راشد حتى قلتي واحد لوقيتها انا معها ديالك وانا اتانا معها ديالك وما عطتيش واحد الجواب لا ما قلت انا معها الد فيالك انا قلت كل واحد عنده الحق يهدر وكل واحد يقول رأيه غي كان اللي كيعرف وكي اللي ما كيعرفش بنسبة الناس اللي غانهضروا على اللي كيحرموا راج راج را واحد الناس واحد اللوقتي وصلوه كل شي حرموا التصورات حرمات الفيديو تحرموا التمثيل تحرم ببارازار بزاف ديال الناس اللي كانوا كيحرموا حتى الصورة را كيبانوا في تيفيزيون كيبانوا في الغازو ويشدون لهم الفلوس. اكي ممكن واحد الكواري والكواريات تربح وراء كيديروا كين في بزاف يوم كيديروا جمعيات وكنشوفهم كيضوروا في المغرب ويعطي ويتبرعوا يديروا مدارس مع احترامي. كلال الفقهة اللي شفناهم اكزاكتمو لما كيربعوا الفلوس انو كيديروا فيهم. ما كنقولش كل شيء. ولكن مزيان انشجعوا الناس عندك تقول لي لا الصدقة ما كنت مخصناش نبينها. لا حيث على حساب كل واحد كين اللي كيبغي بيين الصدقة باش يشجع الناس الاخرين هذه مزيانة ولكن كين اللي كيبين الصدقة رياءا يعني بغيبان. وهناك نبقوا على حساب النية والنية كيعرفة الله عزيزي. حتى رياءا لمشي معك ولا انفرد الرياءا ماني المستفيد. لا انفرد انا واحد الساعة بغيت نبي باش ما ننجوش واحد اخر. ولا انا عطيل راسي غيئة مثل زوينة. لا ولا انفرد واحد الساعة باليها والشيطان غارني. وقلت لا انا نلمع صورة ديالي. ومشيت الواحد الدوار وبنيت ليهم سبطار ولا بنيت ليهم خيرية. وكان مولا. وجبت الاعلام ومزيان يطبلوا عليها وكل شيء. من المستفيد في الآخر؟ لا دوك اللي دات. ادوك اللي في الجبل. ادوك اللي كانت وصلهم لمكلا. ادخي واش ربي غيجازيني ولا ما غيجازينيش. واش غيجازيني في الدنيا ولا غيخبيع لي الأخيرة. ولا غادي انتمتع بهم جوج. ولا غادي انا نبداها رياءا نبتدخم بعد نصلح نفسي. ما غا نكون وليفت نمدي ديالجي بي. وهو نعطي. وهم يستفيدو دوك اللي دات كي مدد. تماما. لديك انا ماشي معا ان الواحد يجي وبده يدير راسه بلاست الله سبحانه وتعالى. وبده. ما يمكنش. ارحموه. فامجي. خصنا دائما نرحمو الناس. ونوريوهم. ونمشيو معاهم بالتي اي احسن. وكين. 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 حتا الدنوب درجات. حتا دبالا. بمفرد غا نحرم انا على البنت انها تلعب كورا. اما اكتر. واحد ديك تلعب الكورا. وما تاخد شي حاجة. موسيقى من نفسها. ولا دروغ ولا. ولا هدوك اللي مساكن. كنشوفوهم في الشوارع كي بكي. والان. ولو كيت بلاوا بواحد النوع ديال دروغ. ما عارف تسميته. هدوك البوفا. وشتنى دان يعني. مو واحد البنت. عزيت عني بزيف. عزيت عني بزيف. عزيت عني يداموه. تصلت بواحد الصديق. وتتواصله مع الله. وعلم. في نواصله معها. لانك تقولك عاونوني. باش نحيد هدو البلية. هنا نبغي. نبغي هدونا. 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 ما ننقوش في المنابير ديالنا. وكنقولوه. مزيان. 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 حتى راع مهم. وساهل نقلس في كورسي ونبدأ نشير عالناس. وندخل جنة اللي بغيت ونحرم اللي بغيت. وش عرفتي انت شنو بين الإنسان وبالله. بين حتى هديك الموميس اللي كتسميها موميس وربما. من أفضل لنا عند الله. وباش تختم الحياة ديال الإنسان. ولكن هدي سؤالة سراشيد انت تتبارك الله يعني. عشتي حقبتين كما نقول. الجيل القديم. اللي فيهم جدودنا. أباء ديالنا. والجيل الجديد دابا ديال وسائل التواصل الاجتماعي. منو تكاسبيه بجيل تيك توك. كنتي. هاد شي ديال تيك توك اللي يطلع. هاد شي ديال انستاقرام وكتا. هاد السراعات الكاملة كنشوفه في الغيزو السوسيو. كتلقى سراعات بين المرأة ضد الرجل وبين الرجل ضد المرأة. كتلقى مثلا واحد نوع اللي كيسمي راسه مثلا ريد بيل. ولا اندرو تيت. ولا كده اللي كيعطاكي في المرأة. وكتلقى مثلا دي فيمينيس. ولا دي فيمينيس اللي في الكستخيميس. الكستخيميس ديالهم. كيعطاكي وتومو في الرجل. ولا بلير ما كنت تعطاشي حقوق للمرأة. كد الرجل ولا يمستفد من الحقوق كاملة. يعني ليش هاد السراعات كاملة. حيث هاد ما عطاكت السراعات ما كانوش قبل. لا ما كانوش. نسعينات ثمانينات 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 ما كانوش. هو كل شي كان من هاللي خلق الله هالآدم. جعل مصائب كانو. ولكن ما كانش الفضائح. كان اذا بتوليتو فاستتروا. انسان كيبليه الله بشي حاجة كيبقحتك يتوب. ولا كتكون نيعيتو. لا قدر الله والناس دائما كيرحمو. كيقولك الله عفو عليه وما عرفناش. الله يجعل خلق نحسن منه ولي مولناه هذا. الآن نصبح واحد الفاراغ. الفاراغ الروحي. الفاراغ الأسري. لأنه وشحالة دي كانت الأسرة يلي كتكون. كتعرف شنية الأسرة. كتعرف شنية كتتولد كتشو باك ومكة نوض باكة. كيفاش كيتعامل مع الوليدة. كيفاش كيجيب قضياء. كيفاش كيقلسوا كيقولوا بسم الله. كيجيب تأكل كيقولك سير تغسل يديك أولدي. حك سناناك تغطى. ما تاخدش للحمد أخوك. أدوق هذا. أجي نصدقوه. في رمضان كيدقوه. كالناس كي يحل كيقولوا شي واحد كيسؤول عليك. كي يعطيه الزكاة. ولا كي يعطيه الصداقة الولد. كيتكون. كيبقى حتى قدر سبع سنين. أفضل الحياة ديال الإنسان. من ناحية ديال تكوين ديال هذا العقائد. ودير التربية الروحية. كي تكون عند الإنسان من كيكون صغير. في الفترة ديال. كتأثر عليه. لأنه الدرجة عشناها. صلينا صغار بالعصاب. وبقينا من بعد. وصلنا إلى واحد الوقت. ما قلت تصلي لأنه الدنيا والمراهقة. ولكن بقيت 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 احتراجعتي لها. ولكن اللي ما عمرهم. لا تضربوا عليها ولا تغوتوا عليها ولا قاعد قلالهم. مو عنده شانس. أنه يصليها. يصليها. شوف اللي كانت توقع له بعد المرات شي كريز ولا شي حاجة. وكي يرجع الله عليها. وسبح الله الإنسان يطلع تا يطلع. بحالة واحدة. واحد سيد كنت كان الخدمات. وكنك يقول لنا ما كان أمش بالله. واحد نار كنا على خشبة المصرح. وكان كي يوريناه. والماء أرجع اللور. ما الخشبة طاح. وسبح الله فهذيك. فهذيك. ما تحمرة الله 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 الله. حيث في الطبيعة نقوله. لا واحدة. خرجات. بيانسور عاش. لذلك تنقولك أنا تصر بيان بعد. ولينا احنا كآباء. ماشي أنا ولكن الحمد لله. وعن الدفز مع أولادي. مش ميطاحوش فيها. ما يديش ولده لبنته على عميني. للروض. لان هل عاملولي. إلا أخذت البزولة لك الولده لها ديك البنت. إلا أخذها وها مساكن. ومن بعد بحكم الوظيفة والعمال. كليك يحطف الحضانة. أشيك أمقول. تشوف ده بغايت بزار بنقاش. نجونا بشي بحال الخدمات. رأي الحياة فيها ديشوة. وهنا فيها يقول لك. أنا أخذت برس في الطارب و تربي أولادها. والراجل ولا يخدم. حيث هذه اللي كان قبل في حوصل البداية. رأي الحياة اللي كان قوله. ماذا تبين واذا الانسان عنده الحق ولا ما عنده. رأي النتيجة. إلا احنا الآن كان هناك مشاكيل. وهذه الصراعات. وهذا الفراغ الروحي في كل شيء. بانت النتيجة دياله. 20 عام و 25 عام. من الأخرى اللي بيسيرها. كل تقدير وكل احترام المرأة اللي كانت خدم. مشي المشكل دياله في أنها كانت خدم. المشكل في أنه. نحن كدولة. عارفين عن المرأة عندها خصوصية. وأنا كحكومة ولا كناس. كنفكروا في هذه البلاد. كان عارفوه أن هذه المرأة خصية. ما عندهاش وكتعاون رجلها. وكتدير بزيف ديال الحويج. نعاونها في أنها. لماذا تخرج معها السبعة. وتحرم ذلك الولد. كانت تولد. الله يجل ما تجد الحباش. كانت تولد. بمعنى كالتربي. وما ندل هاش تلتشعر. ندلها أبوكو بلوس. نزيدها من بعد. ومن بعد تدل الخدمة معها. وجهد وين بعد كوفيد. رهبان بالإنسان كله يخدم في داره. عن بعد. هلاش نحن نشوفه الأشياء. ولا بتدرده بلي المرأة. ولا العمل دياله. واللي غالط. ولكن لا. خصوصية. إلا أنا كان أعتبر أن ولداتي. ويتومي يكونوا أفضل. وكانت الخدمة دي المرأتي أهم. يمكن أن يقلسوا الدار ببادة كل الوليداتي. أهلا كراجل. وهي كان وهي غا نعيشه أحسن. علما أنه. ما شانا هي قلتها. المرأة ما كانش بحالها. اللي يعطاها الله. ما يمكن لهش يعوضه الراجل. ولكن هاش تقدر تساوي مع الرجل ولا الله. واش نحن بسرع بأنه ننتساويه. حيث كان الأغلبية من. الأغلبية مش نسحها. يطالبوا بالمساوت بين الرجل والمرأة. لا لا شوف شوف. حقوق أو في الواجبات. هذه المسألة. أعرفي بحالة جديرة. بحالة. واحد النهار. سمحني أنصب. واحد النهار دخلت للدار. ونالقال. الوليدات كانوا صغار. ربع سنين. عامين. عامين ربع سنين. ولا ربع سنين ست سنين. وما عجبوا مش الحال. قلت العمال قلت لي. قلت سعليه مغدبان. قلت العمال. قلت لي. قلت لي. كل مكنة دي الأخوه. قلت لي. كيف هي الطريقة؟ قلت للتراك. قلت لي. أما اتقلت لدي الناس. وأنا بحاجة على العدل. وعلى أقول له بشكل أسام. ما هو طريق النهار أبعد. ما هو طريق النهار. ما هو طريق النهار والمساواة؟ ولا كيف هو تعليه العدل؟ لأن هذا أعود ربع سنين. كي يوزن 26 كيلو هذا كي يوزن 40 كيلو ممكنش تعطي هذا بيضاء وهذا نفسه بيضاء والطرف ديال الماطيشة هذا ركيب ممكن تطلب كتر احنا في نفس المرحلة ميكل واحد وش نخصو في هذه اللحظة بالضبط لذلك كنا نطلب المساواة ربما تكون كتضلم انا نكون مرابل ربما نكون كتضلم نفسي لانه بزاف ديال الحويج انا احسن منك اذا كنت تخدمه وتجيب وتضرب تمارا وانا اضرب تمارا في الدار وتجيب المصروف وتقول لي يصاوب وانقاذب وهذا واحد المرحلة انا ما كنقولش بانسيهم المراقرات وتعلمات ودرج فزاو حويج وانت احلامك ستتحققهم مني كن اختاره ان ندروا الولاد هذه السنة اللولة مهم جدا ان الانسان يعدل والدولة تحاول تساعد الناس لانه اذا ارتان طوطا بالطوبي المستطاع ممكنش يجيو اليوم هدولي كيقولو لامرأة غي تقلص في الدار وهم عندهم الكريدي داروه بجوج مهم جي؟ و بجوجهم خصوهم يخلصوا فيه ما غيمكنش ولكي كينا حالات كيقولوا مثلا كتلقى راجل المرأة يتفقوا باش يجبع فلوس ويشريوا مثلا ابا خطاموا ومثلا كتلقى ديك المرأة عند ابنية والراجل توفى كيقولك في حالة اللي كي تعطاهو في الارت انك يدخلو الاعباب كيدخلو زبا اخو الاب كيدخلو اخو الاب واخو الزوج وكي ياخد لابة اختي ديرو في الدار اللي اصلا هو محط فيها تدرها انا دا سؤال انا سيب سطافا بن حمزان باي دوره بخير هو عرف القرارة وغايم كله يقدر معاك ولكن انا كتلقى اجب عننا تطلقها ولدي من حسن النيا الان ازوج و انت حسن النيا را تكون رانان هالي تزوج باش نهضرو على عراسنا والله القسم حتام لي كيوكو معشاكيين كان قول هزا قبوتا ونمشي قان هزا قبوتا ونمشي بمعنى لماذا نريد أن تحاسب؟ كانت المرأة اللي بغيتها واحد النار يا كدرت معها الأولاد أنا نبغي أوليداتي لكون مرتاحين ويمشيوا أنا نتكرفس مشي مشكل نتكرفس بوحدة حسن نتكرفس الأسرة كاملة خص هذه النخوة وهذه العزة النفس وهذه الأمان هو اللي يكون لأنه من يدري من بعد ذلك تلاقي ممكن نعودوا رجعوا أشعة وحدة أخرى ربما تدبزنا في ظروف لأنها كانت غلطة ولا ربما أنني كنت غلط مني كنت غلطة ربما أنت بدل ونصلح ولا كانت حسنية هتقول يا مرحبا بك أولد الناس نحن هذا الشيء يدفزنا عليه دابت بدل وكانت أسمح لي لأن أنا في هذا الوقت كنت مندفعة وهو في نفس الوقت يقول كانت فعل وحم كانت عايشة دورة في نفسانية ونفسية وكان عليها الضغط وأنا ما فهمتهاش وتعنا نمجشي في الآخر نقولها شي بس ماكين هذا اللي كيخلي الحياة الزوجية تستمر وتكون زوينة تكونوا دائما في الموجة لأن لو قالنا الله بغانا نكونوا قد قد را كان يختارنا قد قد ما كان نقول قد قد را اللي عند الرازل عند المرأة ولا نفس الفكرة دي اللي عند فكرة را ماشي نفس الفكرة هتبسي شيك مو هتبسي دماغ كل شي دي يقول بحل حل جلدناك يقول كلا شتي يجوج مع عشرين زوينة عرف الدرك على واحد الدرك على واحد را ماشي معناها الدرك ريما على راشيد عراسي درك كل مرأة كيكون على واحد كل مرأة واحد كيصبر لأنها اللي زوين في العلاقات الزوجية وانا ما نقلبوش شكل يحسن انا انا عمني كتجي تطرف للحنون مخيارنا نهزون عطيها للمرأة زي وهي لما تكون تطرف ديال حلوة ولا ديال كسكسو ولا شنو كانت بغي كتقول عده كي بغير راشيد خبيو خبيو احقوا ممكن ندخلوش في هذه السرعة لا ينسي دخلنا بسرعة هنخسروا هلأش واقف أوروبا شنو يوقع شنو يخلي الناس ميتزوجوش راها المساواة حيد دخلوه لنفرقو حيد هذي شي حاجة لا يمكن لها أن تحصل بالمعنى مستحيل مستحيل شنو اللي يخل اما في فرنسا نعطيك ميتزوجوش مداني عايش مع وخي ولده الولاد لماذا حيث القانون صارم وغايد دوله هذي وهي غايد دوله هذي ولا هذي وفينا ممكن شي خسر المراكة تبقى بالزواج الراجل يبقى وفي الخلق يقول أجل أن يقفوا في النص ويعيشوا مع بعضيتهم هلو غيلا عشنا فيه سيم ويام وهز الرأي البيضاء لم يكن محسن من الرأي البيضاء تعيش بها هذي حلقة التي تعيش في الحياة أو لم يكن مكتب الله وقال له يكذب على هذي هذي يأتي صورة خائبة التي تقلب على المراهة الرجل المناسب والطغفة وهو يقلب على المراهة مع كديرها علما أن المشكلة التي عرفت أنها ليجون ولو يقول أن لم يبقى المراهة التي تقبل لدينا وراء هذي نخصى ونخصى عن طلعات وهذا يقول أن السبب هو السوشال ميديا يشاهدون تصور بزار والناس عايشين مزيان مرتاحين وخارجة يتطلعون ثقف التوقعات تماما يتطلعون ثقف التوقعات يتطلعون في شي حاجة مستحيلة ويبدأون نقلبه واللي يقلب يلقى يقلب يلقى 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 ولكن ما هو اللي يزوين لماذا تغافل تغافل في شبر الخواطع في الموس السلم ما هي المشكلة التي كانت مرأتي فيها شعيب كتشخور كتنقر كتطيب مزيان ما دمت عن قدر نعوض عن قدر نعوض أو لا تقبل ماذا نقول نعوض لا نعوض المرأة نرى دائما ما يفعل يزوين أنا عندك واحد الخاصة كنت عجبتني دائما المرأة 18 عام ويجيب 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 هذا مزيان طيب مزيان هذا المرأة ونسيت الماكلة رجل أريد من خدمة وحرقت كل شي اعتقعت هذا الذي ستعطق من تعرف الماكلة وخطعت تعيار وقفت هل يخطع صغطان لكي طيب بحريقة ما مزيج الكامون كتعرف شكس كيمون من غلسات غلسات كتب لأنه أول مرة توقع لها وعند المتحان يعز المرأة أو يهان هنا غنيت وليس غنيت ولا طيب له فرش يأكل يقول هو هنا يوقف هو يقول هو يقول يقول كل شيء. وهي وقفت لها هنا. وما قلت لها أولو. قلت له مجاك فيه أولوش. يقول لها زوين. عمرك ما طيتي بحالة دي. ستخبية. مرها مشت لكوزينة. بس كتغسل معنو كتفكر. كيفاش هذا الراجل. جامورها وعنقها. عنقها وبسا هنا. قلت له. ما فهمتش. حالي شقدرت لي بحال انضغتين ايه. قال لي حالي طيب دي بحالة الشي وحدة بحالة نهار اللي تزوجنا. وانا بساك بحالة شوق وعشق بحالة نهار اللي تزوجنا. اذا ما قال لي حالي مرحبت أولوش يلا الله كتزوج الدهو السوفان ما كتقول. كتعرف تطيب. سوغطو بنات اليوم اللي بشي كلهم من اللي كبراتهم في الشاملين كانت بشي رضالة كدك ومتيحان صعيب ماذا تتعلم دونك هاد المرة كانت عندوك تطيب ولكن فكرتو فنهار اللي أولني ما كانت شكا تطيب مزياد فاخرق منها لحظة سعادة فكرها فلبوس اللي أولا اه شوفا هالي يريدنا نعلم وليداتنا هاد اعلمتي هالية انا هالي يريدنا نعلم وليداتنا كيفاش الفن ديال التعامل اللي عنا مرارة شي حاجة راه رهيفة رمع العساب فهد اللي غيزو وهد شي اللي كي يجي مبره وهد تربية والانسيكوريتي الله يسمح لهم بزاف ديال الرجال يتكرفسوا بزاف عالنساء اللي خلوا ان المرات تقلب على بزاف ديال قوانين اللي يحميها مال حيات ماشي ماشي حار قصة تكون سين هلا حني ما جبتي العلاقة الزوجية ديالك مع بزاف تبارك الله هذا سبعة وشين سانة هل احتفلوا بها نهارة ثلاثة نشاء الله. مهم. تزوجها في وتسعمية وستوى وتسعين. اه. دوا التالي خاطر وثلاثات وكذا ومازال. حسبتها خرجت 27 سنة و 27 سنة زمارة تبارك الله. اه. شو الحاجة اللي خلاتك نتو. اهم حاجة في العلاقات ديالك مع ابتسام. اللي خلاتكم تطولوا لهذا المدة دي دي 27 سنة. واللي تبغيت نصح بها الشباب ديالي اهم. اهم حاجة. اهم حاجة. اهم حاجة. اهم حاجة. اهم حاجة. اهم حاجة في العلاقة الزوجية اللي خلاتك تطول مع ابتسام. اللي تبغيت نصح بها الشاب ديالي اليوم. لك تعرف ان الاغلبية ديالهم. اهم حاجة. اهم حاجة هي الصبر. هو الصبر صباح الله هتلقى موجود في بزار ديال الحويج. والانسان اللي يجحوا في حياتهم هتلقهم ناس صابورين. ولذلك درجة الصبر وبشر الصابرين. كيف حاجة؟ بشرهم حيث عارفين بلدي ماشيش حاجة على دونية التلمون. وقد تكون ديما على حساب شي حاجة. من نتيجة ديالها كتكون مزيانة. الصبر. اول حاجة كان الصبر على عائد. بلا من هدروع العشق. والحوب. ولكن نرى الرجل واحد اللوقت. كيكون كدوج من العاشق. للزوج. للرافيق. للصديق. للأب. للأخ. أنا في عارقتي مع مراتي. كان كل مرأة خسين ديال كارسكاتا. هي رمشي تمثيل. ما حاجة في هذا الوقت. ما حاجة تسمعها؟ ما ستقول؟ حيث كان حوالي لقد وجدتهم لي كراشد الوالي. كراشد الوالي. لا. نتقلق. ويمكن نغضب. ويمكن نزح الباب ويمكن نغضب. ولكن لقد وجدتهم لي كأب. لكن لي من ناباها. اللي ينخلي راشد. ونعرف بلليها محتاجة لأب. بصدر حانون. اللي محكمش عليها. حسن ما تقول لها الحواج غورين. ولا تبرتاجيهم. في الغازق. وكي كبروا. لأن هذا القضية لقد وجدت المشكلة. ما حال ما راجل ومراته يقعون في مشكلة. هلأ الناس في هذه الحالة لم يكنوا يتدبزوا. كانوا يتدرجوا. لم يكنوا العنف. لم يكنوا العنف. لم يكنوا الخصام. لم يكنوا وضربتها. ويمكنوا يتقصر بأيام أو خمسة يام. ومعنا. وما بعد يجري على أبها. أو يحذر على راجلها. تماما. إذا كانت هي من أب راهر. يقلب. يمشي ويتلقى في الجماعة. يقول له. كيف هيك لا بحسينها. كيف هيك لا بحسينها. يقول الله هذه الحاجة. راها. راها. راها بغت تحمق. قلت لك. بغت تنشر لها هذه. وانا ما عندي شفاء الظروف. وانا ما كيقرر. باللي بنته. شوية زادت فيه. وهذا. يقول له. أخلا شيئ ما تواجي. وفي نفس الوقت كيمشي يقولها لمها. والأم كتدخل. وهناك تحل واحد الصندوق آخر. تقول له. أبك لي شتيني مع أربعين عام. وانا ما أرى بنتي. واحد ناردالية واحد ناردالية. كنت جاءت أنا ومشيت عند البوردوني. والحمد لله لي ما درتهاش. وفيه كنا سنكون. وفيه كنت سنكون. وهذا كل دعمي لي كان بغيني. راها تخل الحابس وراء الأخرين. وانا ما بقى عندهم تشي واحد. الآن دور لي لهذا الواسطة ما أبقاش. ما أبقاش عندنا واحد صاج. حاليا. ما أبقاش صاج. لما قلت. كيوق عليها مع أراز لي مشكل. كنمشي الكاميرا. كنمشي الكاميرا. كنمشي اللايف. ونقول الرجال. وخاقا. احنا فتطلاق. لما فيهم استيقاء. وانات. نعم. وعلى ما أعتقد. لما تسمعوا واحد نوع ذي. للتعلاق. اللي غادي يريحوها نفسي. جو ستمو من هادو. مالي كيهدمو. لانه. لانفريد قاع. لانفريد. احنا ما دارس. لان المره ما كتديرش. لانه ما كتمشي قدام القاضي. وكين وكين. 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 تبدا تقول. الحويج. ليهو ما سر بينو بينو. ولا هو. بس المره ما تنوتش. حتى لو كان شي خيط الرجعة سيكون. فهذا اللحظة ما كيبقاش. لانه التفضح. تفضح الأسرار عليك. ما خدش يتفضح الأسرار. وخصونا نعطيو. الوقت. خصونا نعطيو. لطن. لطن. لانه. لانه بعض المره نحنا محتاجين هالوقت. عشان ذاك شي اللي كنقول لكم. مشات عن باعة سيمانة والعشرية. لكن اللي في لحظة دي اللي هو حم. هو ما عارف اللي كتتو حم. وهي ما عارفهش. ودك ساها لزنتين كاملين دي اللي كتتو عندها. وكل اللي كتتو حم وكتتحملش غات شوفك فضاء. اهه. كانت طرات لكتنظر. تانا تانا. وقعت ليها. وهم ما بقعتش كتتحمل كل جينا. كنتي خفتي قاعدك لوقيتها. قلتي وصفي الحب دي اللي ناسها لا. هذي فاجتة المراتية. هذي فاجتة المراتية. كانت كنتي بكرية ترانت ساتة تان. هنا زورمون تبقوا لها. وسبب؟ هكذا. هكذا. ما كان لها تحمل الأول. تانا العيارات اللي قد يدعو بها مزيد من الجنش. تانا نوع الوقت الزورمون باش للمراتات تبدا التعيق. باش ما غل تبق اش تولاد. وسبح الله لأنه لولدات في هذه السن كان هنا مقلال لولدات فتشانس أن الولد يكون في صحة جيدة ربي خلق الكون وخلق الإنسان بوحد طريقة أكستر أوردينية ولكن احنا كانت عنده احنا كم دوم ملحين في طالب شي حاجة لما ربي ما سهلهش لنا فربي يقولنا داكور انتو ما بوتواتش تيروه ومتاني غير تندم مش حال موحد دا ما احترامي يا ربي تسمح لي يا الناس اللي ما اعطاهم شو الله الولد بزاف اللي كي حاولوا كي اللي كي حاولوا وما كي نجحوش وكتبع النتيجة ولكن كي بقوا مصررين يا المرأة يا الراجل كي هدد المرأة بأنها هيتزوج عليها ولا المرأة هي باغا باش تحفظ على ذاك الراجل بلوس ولا محتاجاته سامبل مول الأموما كي ممكن تمشي فيها كي تحفظ على ذاك الراجل ولا نهار واحد هنا دا 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 الويد دا اللي عايشها قال لي كانت واحد المرأة ما اعطا لاش الولد وديما كانت صلي وكتقول يا ربي بغيت ولد واخها يضربني عطاها الله ولد وفعلا نضربها تخيك كتأمن ولا ما كتأمنش الحياة راها كتديري عطينا الله فين وكيعطينا اتنبيهات كان نبغين مشي لشي حاجة ماشي هياتيك عليك شانا سوفون كيقول يا أولادي واش عايش مكتقلق كتسمع شي خبر واش عايش كنتدرها كنقول نو نادرت السبب كمالو على الله حتى في الشفاء ربي لكي شافي الطبيبرة كيعطيك الدواء قد يداويك ولكن الشفاء منعين دي الله سبحانه وتعالى منتغيك تسبب لما كنشوف إشارات بحير هذي كنرجع وكنقول كلاش نتعصب فيها خير وهذا القادية فيها خير إذا شربها الإنسان مع ماذا ترغي يمكنه يعيش سعيد دب أنا كنعطيك أسباب اللي كتخلي العلاقة الزوجية برجل ومع تعيش وتخلي الإنسان معه نفسه يعيش مزيان لأنه دب الآن تخلطت عنا كي سحبنا باللي المادية هي التي تصنع السعادة هي لا تصنع السعادة البتة البتة هي قلبتي في القرآن والله أعلم أنا حسب ما عرفت السعادة مذكرة مرة واحدة في القرآن في الجنة في هنا لا تصنع السعادة هنا لدينا علاقة بالمتاع والمتاع 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 والتمتوع ولكن السعادة حقيقة لا يصل إلى الإنسان في الدنيا لأنه كل شيء على حساب شيء لا تصنع السعادة لا تصنع السعادة بالمتاع لا تصنع السعادة لا تصنع السعادة لا تصنع السعادة وهذا أنا عرفت بنات اللي كانوا بغين واحد نقطع وما نجحوه من النقطة ما لجلس بكاو مرضوه كله يبغى ينتحر حلاش لأنها نقطع السبوان ولا تنقطع مهمة؟ وإحنا أعطينا غير أن الإنسان ليس هناك شيء دائما اللي يعتقد أنه ستنجحه ولا ستفرحه ولا ستساعده ستخلقه منه السعادة بعد مرة تصنع ولهذا الصحيح هو ناس بساط منهم اللي عاش مع أمي عاشنا في ثلاثة البيوت كوزينا وكان عاش كريم أمي عمرة ما أعتبر نفسي إحنا أكثر الناس أغنية ده بتلتالف ريان بعد ده توصل 1300 تماما غنى النفس والسعادة والأسرة كانت فيها 241 تماما كل شيء والذي يأتي والناس يأتي من بره ويأكلوا ما كانش إنسان لأنه ما كانش قدية دي الفلوس كانت أعطيه مما أعطيك الله ونعود لك واحد كان الودي ديري ميكانغازه ونأكله وهذه مع الأسف ردبوا الله وبثير من الناس يديروا لك الشوكاوت التبصير وكذلك ويقول لك العادل اللي الحويز اللي حاربتهم بها مرأسي أعطيه لدف التبصيله أعطيه لا هل العادل ببحده والمسوّز ببحده ما تعطيش لدف التبصيله لدينا أوروبا نحنن نضع هذا الشيء نقول له بسم الله ونأكله والذي فيه جوع بزافرة يأكل بلوس والذي لا يوجد الجوع المهم لا يشتش والمهم توقع لا يوجد الجوع يمكن أن يكون الجوع يمكن أن يكون الجوع هذه الخمسة دقائق من بعد تسد المعنى سبحان الله أنه ممكن أن أن يكون الجوع في الإجتماع فأنت في الجوع وعندما يستطيع التجنب وليس إذا أردت أن أعداد ونحن تكن أعداد في هذا الفدن عن الناس وأنه ممكن أن يكون لدينا هو إن أحد لدينا عنده المعنى التي إلى أن أدريد الأول دائما والذي يستطيع يمر باللحم وبدأ كثيرا والذي يتعلم فأخذ كلهم بعد كيف يبدأ الواليد يفرق كيف يبدأ يعطيه؟ بيانسير تفريق الواليد عنده تفريق واحدة اخرى ما كانش كيف يفرق قد ولي عبرهم بسم الله وكيف يعطيه الاحساب ينوع الاحساب كل واحد والحمد يالو شنو ما كيمكن حيث انا كنت انا الكبير انا اختي كيجيني الطرف كبير وانا ما بغيتش كنحسب انا اخويا جاء واحد طرف في البلوس العظم كو حاجة اخرى كنعطيه ليه الاخر كيعطيه الاحر كيقوله انا كان بغي الجناح الاخر كيقوله كان بغيا السيدر كيعطيه ليه اخويا ببخك يعرف الاخر كيبغي السيدر كيعطيه السيدر كيعطيه الاخر اعتقده كل واحد يديم كيهان القادية وشوه ما حد السولاد او لا كيربي بيك العطاء وانهاذ اللي تكون عندك انتة وما اخوك محروم منه جي وتعطيه اعلاش اليوم بزفد الأوسعار فحالي كتقامي البرتاجاتو ونينفريد أنا أعطاني الله وعطاني الإمكانيات وعندي جوجولة ثلاثة الخوتي ما عندهمش هذا يعني أنه فقار أربي حكم عليهم لا ولكن حيث أنت عطاك الله دورك وغي يجرمك دورك وغي يجرمك حيث كنت ذكرتها مع سليم مع سليم حيث نعطي سليم مئتين درام وصغير تماما حيث يخسرها كان سليم وآدم كان الحد نجمعوه وكان بغيت نمشي على ذلك الحد قال لك لا ما نمشي شرم فيها ما نمشي شرم بقى في الدار قلت له علاج قال لك بطفاصن كان بزرد مني فاق قال لك وان الناس بعض المرات يبدوا يفرحوا فيك ماشي حيث يبغيوك يصوفون حيث بطاتخ تمتليهم لا تتعاونهم ولا يحتاجوا وانا نقول له باللاتي باللاتي قلس انا كبر من آدم قلسوا مزياني لكن انتوا تخرجوا في رحلة وانا نخلص عليكم الريحلة والترانسبر كل شيء وانا نعطيكم الارجنت بوش بغيت نعطيكم واحد مئتين درام الواحد واش نعطيهم لك انتا تخبيهم وانا نعطيهم الاخو يخبيهم لكل وعد ديالو قلسوا يتلفهم وانا يشيرهم حلوة قلسوا لي انا نخبيهم قالوا ها مئتين درام ديالك قلسوا يا اخو 5 يوم خبهم قلسوا لي انا 400 درام قلسوا لي انا 400 درام قلسوا لي انا 400 درام كلها ديالك قلسوا لي انا انا بجيبك لكن اولا يعرف كيف يصرف قلسوا لي انا لا يفهم الدرس و قد يكون الكمتبانك فيه ما شاء الله لكن لا تفقسيمه لأنه ما أعطيه لك اضعك رائع في البقرة و تحت اضعك رائع في أموالكم و بدأت تستفشح على المعنى في ذلك الأموال قد ما عندك رخصك تعطي غير من اللي أعطيه لك الله شافيك بأنه أنت قادر باش أنك تصرف أولاك يمتحنك كينان القديم بيانسور العطاء قد يكونوا محنة لأنه شحال موحد عطيه الله ما كيخلص الزكاة دياله حيث كيعتبر أنه جوه الدرائب بزاف و الدولة كتديله بزاف و شحال غيش تطلوه شحال حلما أنه لا يفكر أنه كينان سفراش 80 سنتيم على 1 متر وتسعين ولا يدخل للقبر نفس العبار ديال شبر وجوش ديال السبعان و ما غيدي معاته شي حاله و يكون التعية أحسن ما يبغي ما يقدرش يفوت هذا الشيء الذي يكلف كرشو ولفات هذا الشيء الذي ستاكل كرشو ستتاح مريض إذن كيف نحن في هذه الغفلة في حياتنا؟ لماذا نجريه؟ ما هو الأساسيين الذين نعيشون من أجله؟ هل نتصارعه على الفلوس و نتقاتله؟ لا، شوف سهلا، اللي ما عندوش كين الله اللي غي عاونه؟ و كين الأغنياء اللي خصوهم يعطيوا هذيك الجنس اللي أعطاهم اللي قالوا و هذيك التفرقات عن الناس المحرومين يعيشوا بي خير و علاش هذوك ما عندهمش؟ و حكم عليهم الله أنهم يكونوا بساط مش يحرمهم لا، لأنه باش يمشي الكون احنا محتاجين الخراز محتاجين لكي بنيه محتاجين لكي صبغ محتاجين لكي طيب الخبز محتاجين لكي المجتمع محتاج لكل شيء و كل واحد كيدلو الباراكة فهذاك شي اللي عندو غتقولي يلا أنا نبغي نكون غاني ايه و نقولك ها تكون غاني و ديرت صفية ديال بدم و الكلوان لكي نقصة و خسر على رقص بعاد المليون فشك الزمان تمشي باش تبدل ها تقولي يلا لا 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 بغيت نكون هذا هذاك اللي في الفرانح دال ها نديرها و نشم و مرة مرة نعضو خبزة المخيرة نعض منها و يقولوا لي بصحتك و الناس راسي مهلوك كتفي طاح وبهادي و كان اسمارتاح الاخورك يقول ناري قالوا لابورس طاحت ناري كيه نديرو ناري غا يديرو للي الادراب رواحد منا قابة جماعات بالله عليك إلا كنتي تشوف هادي و هادي شنو اللي غتختار بحيث غا تختار انك تكون مسالم و حيش بخير و في صفاء روحي و ما تذهبش مع مراتك و ما توصلوش للطلاق و تعتم بخوتك و تعاون الناس ولا شتيجوش غا يتفرقو كتحاول تدخل بخيط بيض ما شيت مشيت تفضح و حيت عندك كاميرا ما عرفتيش ما تدير بيها هتقول هاللهي شنو نقول و نبدأ نعطي نفرق في النصا ايه شكو اللي قالك تتفرق في النصا ايه و ما نأدراك ان المشكي ديك هو اللي يعيش اعيشوه الناس لا حتى انا 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 رجل و مامراتي و ما شايكا العيلاتا و مابتسام و ما شايكا عرجال و مامراشيد كل واحد خلصو يتعامل لكل مقامين مقال ايه سوفان كنقول بعض المرات ال بعض النساء واللي يتجاوبوا معنا كنقول لهم ما تقولوش لا رشيد لي مزيان باتات غالك السيدة هي اللي دفعت شنو دالت هاد البنت اللي تخليه يحمق عليها ولكن كون ما كانش بتيسام واش كنت غل نشوف دابا راشيد ديلداب كنت غل نشوف مكانس حدايا شوف الله اعلم هادا في علم الغيب ولكن سؤال شوية نفسي ما عادوش فهمتي زي ما كون ما كانش بتيسام واش كنا غل نشوفه راشيد ديلدابا هاداك شي جوبتك معنا انا انا على التربية اللي تربيت التجارب اللي داستني في حياتي بتضخ هاداك الحيرمان اللي تحرمت منه هاداك المرض قربا من القبر خلينا نكون عندي واحد صورة مسالمة ومخالفة نالي جتالي يرى ما يكون تحرب تحرب ما نصدعش راسي هاي قبيلة في الغداء كان اضروع على هذه المسألة ديال الاعداء وتلووا لدي الحمد لله كان اعتبر راسي ما عنديش اعداء لا ما يمكنش ميكت واحد ما عنده اعداء هم كينين والكينانو ما كان اعتبر سألنا هم كينين هايش تزهد هادا شي في قلبك بمعنى الحياة مكونة مع انه يكون اعداء وبعد المرات لما كتعرف عندك واحد الادولة واحد كيتربص لك كيدفعك تكون نسخة افضل منتا تمشي الافضل باش مع ما كتنازم وعطيت ومثال قلت له لي نفرد عندك واحد القفة وغنمشي نشري ماطيشة ايه كان اختار ماطيشة ايلا ايش اطلت ماطيشة في الخماج واش غنزان ديرها في القفة ولا في فديد يلا عبارة باش نعبارها ما كان ديرهاش دونك كان حط هادك الساعة نفس القادية بالنسبة للأصدقاء ولا الأداء اللي كتجربهم ويخرج لك فيهم العجب قبل ما يوصلوا لأعداء كان حسبها في ديك وكان نزلها ايش قال لي ايهو؟ قال لي انا قلنا ندير كل عام اذاك الشواري ديالي قلنا نجبدو ونصفيه من هذوك النقيطات من هذوك الأعداء ولا هذوك مويتشات الخامجين قلت له انت خليتي شواري يا عمر انا كنقولك لا لا ما كشده في ديك إله الزيت يوم عام رغي يؤثروا لك على هذوك الأخرين اللي عندك حيث الحاجة الخامجة ركت تؤثر بالخماج ديالها الحاجة أخرى هذوك شوك نعزلوها توتسويت هكذا ديري الحياة هنا فيك يقولوا عنه من الأحسن الإنسان لا يكترش العلاقات دياله خصوصا في في هذا الجيل اللي كان يعيش في حاليا شوف العلاقات كلما كترتي العلاقات كلما كترتي المشاكل لا لا تنتظر منهم كثير من لأنه لا يمكن لا يمكن أن الإنسان يبدأ يدير جدار ماء على كل شيء ويقلب ويأخذ الكارت ناسيونال يبدأ في الحال ستانيه ويجب أن الإنسان يبدأ ويجب أن لا تفعرفونه جيدا يجب أن ترى بالطريقة التي تتعلمه لن المجمس وقال لي أنه هو في هذا الخبز انتهازي ليس مشكلة عرفته انتهازي قال له اشمتك قال له عرفتك طويت حيث ترى ممكن لدينا هذا المشكل في الكريدي مع الفامي وصوته مع الزوجة ديلا بزاف الناس كانوا يتسلفوا وما يردوش ويجيك مرة أخرى كتعاود ترحموه ويردوش وصفان يقول لك يضحكوا عليك يعرفوك حنين ولا هذا كيف ما بغيت يبنى الانسان ميوزعش صيفات على همسو وكيلك يعتبرها بلده وقلت نية ولا نية بزاف ويقول لك يستغلوك أنا كنقول لا ربما أنا متحنين الله أبادك السيد في ذلك المرحلة وربما كنشري دم موجو ما بغيتوش يزيد الكتر من هكذا وربما في الأولة والثانية غلط ما في هذه الثالثة رأى أولاده ما عندوش بشي يشري لأندراسة الأولاده لأمراته غير تولده ما عندوش بشي يشري تعدك الحليب لولده كدير من أجل شي حاجة واحتسبها إلى الله إنما الأعمال وبالنيات لما كديراته ولا تنتظر إذلك قالك إنما نطعمكم من وجه الله منكم لا جزاء ولا شكور حتى الإنسان إذا أعطى الحاجة ما يقولش في الدين أنا ما يقولش ودعي معنا إذا قالك دعي معنا لا تخلص طي ما تسألته شي حاجة ولكن دعم عاكسة تخيب يا فرح فرحتيه جبرتي بخاطره كل شي عند الله وكتلقاه في الدنيا قبل الآخرة وحتى من هذا المنطلق اللي دويت إليه عندي سؤال فترة رضي يا سي راشيد حاول يعني هو السؤال شوية اللي ما عدوش الأغلبية يقدر يفهموا لله بالنفسار دولي عندك يعني القابلية أنك تشوف الصيفة دي الأي واحد مكتوبة في الجبين دياله في الجبين دياله وتحت Täاس сим زوجة كان تلك Zu Pikachu كان الخضر deszkopf overwhelms كان وقت ما زيان فات الصيفة أو ما زيان إليه فات الصيفة كنت عندك ادلقان بالله وشنو الصيفة اللي بويتعرفها على اليناس بكامله أواصاص paradهم هو هو الخير ماش ك worst لا هو الخير اللي تح featuring حيث خ losing يعني وش وقم زيان لا زوين هات السؤال علش 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 جفوقتو وخندير رجل لاكسخوض رح تكتوفو سمح لي لا خوض رح تكرم تنسول طيف ويلو الله أحفدك هتي الخير لأي واحد خلقنا الله سبحانه وتعالى بحال بحال ربي ما ظلمناش وإلا ما كل شي حاسبنا بمعنى لا هدك خيب انت واحد ما تقولت خيب ماذا؟ الزاكسيدون يقعوا في حياته والمتحانات اللي دووز وماذا يدفعوه طريق التعامل مع الأشياء هي اللي خلات يكون عنده حضر الدفاع معين حتى الإنسان يقول لي هذا الشيء الطبع فيه ولكن كائن الخير فيه لماذا؟ كان وقع أنه في واحد الصديق ديالي كانت واحدة من الأزواج ديال واحد خوهم انت شريرة سبحان الله فهي الشر وكتدير بزاف ديال الحويج اللي يبغيوا يخلقوا الخلاف مع هذوك الناس معينة في التعامل معه كان واحدة اكستراوردينار كان وصل لأنني مضحر قدام الجميع ومعينة نسلم عليها أولادك نقول لها صيفات ما هي ومعينة 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 لماذا؟ حيث أنا شاهدت فيها الخير ومعينة الخير اللي كان فيها الداخل ومعينة بقوة ما يشوفوا فيها الخير تايي كتتتعارب فقدمك يدير الخير كتتجاوب حيث ماشي عند كل شيء انه يترشوف في هذا الحنك ويمدلك الحنك الاخر ماشي عند كل شيء وليه يبدل الشر بالخير سبادوني سانترافايل اللي يخص الإنسان يدير على رأسه باش يوصل لواحد درجة كبيرة عند الله وممكن تقرر حيث كل شيء لذلك تقدر تخرج من الإنسان الخير وهذه القادية ماذا نديروه؟ سبحان الله نديروه مع أولادنا أولادنا فشكين صغار كم كلها يقول لك هذا الولد الشيطان أهه يطير ولكن يتبع بوحده اللي تطبطب عليه وتحنى عليه وتقول وشوف كلهم ضاروا فيه هو غيد الرمس كان فرحان تلقى المبررة الدين والدين قد تقرروا وعرقان وتمسحلوا وتبوسوا كلهم كارهنوا وانتحاضنوا ما شو�를 تردده؟ عندما يصل إلى هذا الولد يصبح من الولد الشيطان يتريدك يعيش يخرج منه الخير وعالوه عنو في أنه يخرجوا وهذه الناس الذين قدروا كان هكذا يقول لك تبارك الله يتفقدون كلهم يقول أنه يخبرون لهم ويخبرون ويعتبرون يتفقدون والناس الآخرين من نفس الطريقة لا يستطيع أن يكون عارفوا بإسمه والكنياء ولا بيننا وبينه يكفي أنه جاني في الطريق لن يكون هناك فتران و تتلقى معه و ترتاح لي و تدوس ساعتين عاوتي لي حياتك قلت لي عاوتي له رتحيت ولا هو ولا مام شوز خلقكم الله في واحد اللحظة معينة داركم في واحد الكارو و خرجتي أجمل ما فيك لماذا؟ لأنه لم يكن لديه حتى ماضي لك لم يكن لديه فكرة لك كان يسمع لك بحس النية لم يكن يقول هذا الصحافي هذا الصحافي سوف يستغل مني و سوف يبدأ هذا موضوع بحال أن هذا ما أريد أن أسمعك أنا أريد أن أقول لك لا أريد أن أقول لك لذلك لذلك نحن لم نأخذ غير الصورة التي كانت صيفة الناس علينا ولا لنفسهم كلما كانت المرأي اللي يشوف بزيانة كلما كيف راح بها أسمعي في الإيجابة لأنه الكلام خضرات سي راشيد أنا قلت هناك في الوقت لك تأخذ راحت يعني ما عندك مشكلة وخا سي راشيد تعاملك مع مع الشغراء دبالة خرجنا الشريع نعم سونا أي مغربي وشكتعرف راشيد الوالي أغلبية يقول لك أه والشغراء بينات بينات جوانب أخرى من شخصيتك اللي ما كتيش كاسعرفها من قبل أه إلى حدي ما إلى حدي ما أنا ما كان عاربش أنني صبار كتيش كاسعرفها قبل الشهرة ما كنش كان عارف قبل الشهرة باللي عندي صفات دي لأن نصبر على الآخرين نصبر ولو يكون فيها مثلا تعيين دار الطريق بغيت يخذ دخل في حالك وعشر أو العشرين ولا تستيحدى من دراسة وكلهم غاي تصوروا معاك وتعطيهم الوقت وتخضروا ويطرحوا عليك نفس الأسئلة وهذا ما كانش إنسان كيعرفوه ولكن بلوس بحالله الدرجة من اللي كيكون معايا حتى ولو كان هدك اللي مضيفني يقول يا باركة عليهم باركة خلوا السيد يمشي يرتاح هو تتألم وحشم في بلاستك ولكن انت كتقول له لا الأهم حاجة عندي هو الناس فرحوه حيث كان نفكر كان نفكر في أنه ربما كان ديما كان عام عامين ثلاث سنة وكيحلم وكيطلب الله أنه يتلقى بيك شكو أنت اللي غايتلقى بيك واحد الإنسان ويحلم بيك ونزل الارض ما كيف تحس بالغرار؟ ما كيف تحس بالغرار؟ ما كيف تحس بالغرار؟ ما كيف تحس بالغرار؟ لا 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 بالعكس بالعكس أنت تترى عبد الرجلين ديال الإنسان ممكن نقول لكم ماشي نفاقوا لك كاميرا هذه الحقيقة لأنه اللي طلعك يهبتك من خمسين عام ستة وثلاثين عام ديال الحرفة كي قلت شيء قتل الإجيال ودابا كين في الكتب من دراسيات كي قرعوه على راشيد الوالي شيء حاجة لأي إنسان كيمكنه يفتخر بها ولكن رأي اللي يعطاك حيث شفنا في الحياة ناس شكو اللي كيقول حسني بن مبارك شنهار يدخل الحبش شكو اللي كان يقول القدافي يخرجوهم قادوس ما كتشوف غالي فيديو ماليك المولوك لما كتشوف ناس كيفاش ديال أفريقيا كيفاش عاشوا شنو كان عندهم في لحظة في لحظة كل شي مشا وليشي أصابع للاتهام عليك السبب والتكبر كمبارازار عطيت السياسيين ما حين تقول شكي يعرفهم مراكين بزير للفنانين ومثلين اللي كانت نهاية مأساوية وكالي انتهى بالانتحار لكن السبب التكبر بحظة أو الغرور لأنه يسان كيتغرر كي بدي يقول أنا وما بعد يتطف اتنسيون اتنسيون رعب شمي يكي يعطيك رعب بعد المرة ترامر بكي يعطيك كي يتقول أجي إكما هذه الشاب الصيدة هكتشك بيانسير ما ممكنش انت عمرك شكيتي مالوم أنا في ولدي فاش كان ولدي كان في الحراكية وبالوحد العام ثلاثة ديال المرات من دراسة وكنت كنت اتدمها كنت كان بكيف في بيتي وكن نقول يا ربي كنت تقول راعة دبني الله وولدي واش انا غني انتعاقب هذك حب الناس غيت اكون الكيليبر دياله متيحان في ولدي فأعز زمان ملك سليم تماما ويمكن يكون عند كثيرا الآباء في عنا ولدهم ولا يمرض بالشلال ولا بالليلة ونهار تم مرض بالكونسير وعادش توحد البنية بحالة كده فالآباء وكل قاعد يتصاروا عليه مم الدراسة كيكونوا ندفزين الرجل المراء فالاخر كيتوحدوا لانه جاء مشكي الكبر من هذك التفاهات اللي كانوا كيتدفزوا عليها قلت لي يوم ما قلت ليش مخلقتينيش لعيد ما قلت ليش شرياة طرنوبين ما قلت ليش مدلو الدار ما قلت ليش نمشي العطلة بحالة لياتي ما قلت ليش ما قلت ليش ما قلت ليش كيف تصابغيه تنوض بنتي مظفراش شيئش هيكستراودينار لذلك الشهرة ولا والنجاح ولا الضوب بزاف ولا كله إلا ما تبعوش تواضع ان الإنسان يحطى من نفسه وكانتذكر الشعراوي الله يرحموه أنا أعشق الله يرحمو هذا الرجل واحد المرة كان يمشى لواحد الجامعة وهو كيعودها وهذا الشي باش خرجوا هدوك الطلاب لدرجة كانوا كي يزود طناويل بقوت ما فرحانين به ومنين تحركوه مشاوا قال الشفور وقف ودخلوا لواحد المسجيد قالوا رب غايص الله شركعتين بقاء وكيتسنى وكيتسنى وما يدخلوا ملقوش في المسجيد قالوا فينو دخلوا حشك ليه طوالات القوة مقفض كيمسح ليه طوالات قالوا الله ودي يا مولانا قالوا لي أنا حدتني اتنين نفسي حدتني نفسي حدتني نفسي نفسي شعرت بالغرور في اللحظة اللي هزوني بالطناويل وكي يسفكوه جاتني واحد شوية الغرور بغيت ندل هذا النفس مشاهل طوالات كيمسح عندك تسحبك ورعا صعيب باش أنك كانت تبزم عن نفس ديالك طيح اللارت لأن النفس اللي أمارت بالسؤال شوية ما كيبغيش يطيح اللارت كدام شوية ما بلو كنت تطيح من نفس ديالك ديالك بزيال الناس كيشوفوك كيكونوش كيعرفوك كيقولوا واه متواضع واه واه متواضع الله ديش من تواضع ومن أنا ومن أنا ومن أنا اللي ما نجماش ونصطب ونغسل طناويلتي ونعز ونعاو ونتقداو ونصطب الزنقاو ونحيل لك انشيز بالو ما قل من أنا ها يمكن تكون عندك طناويل مزيانة وكيبني نتركب الناس مع الناس في طناويلتي ومحسسهم باللي وما كراتيش تكون عندك هذا الطناويل كيبغيش 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 كينزل عاشق طناويل كتعطي قيمة دياله لانه وشانا يدرت طناويل ربي سبحانه وتعالى وسائلية في الأمور وكي قلتلك إذا أريد يقول لك في اللحظة ماشي في نهار في اللحظة يمشي لكل شي الله يسترنا الله يسترناه والله يديناه في الضو والله يعرفناه بنفسنا وكي نقوله كيف ما الإنسان الغني من دائما كي يقول لك فقراء كيدوزوا في الحساب على الصيرات لأنهم ما عندهمش بزيف اللي غايتحاس بوعده إلا قميجة دياله إلا صبانه أخصو يبقى مخبي باش يلبزع حيث هكذا كانوا الناس حالي ما كانش لشي كل واحد ما عدت حال عندهم ماريو شعرت حاسب معه حيش مستور مشي بحال هذك اللي سرقه هادا ونعبه هادا واخده السويع دياله هذا يصغطوه بل اللي في المجتمع ديالنا ومن خلال كنقولها بزر الحواجي خسوهم يتبدله لأنه واللي تقول بغيت تتخدم الناس خدتك لهم السويع باش تربح ميمكنش هلاش حي تلعبوه في واحد السميق وما فكروش فهذا الرجل اللي عنده السميق وهذا اللي موظفهم مثلا الحواجي كتلعب عليهم مرة اسمه عليهم عبتي لأنه أنا أولدي بغيت من التحت راه راه كاري تكوقع للإنسان والماء كمشوك كتبك يقول لهم لا أماما لكن مغيت ما يشط لي اوالو كتبك لا لعب في ذلك السويع فتجيب ستين جيب ثلاثين ديالناس كيفاش ندخل في الغش ناكل الحرام ناكل العرق ده هذيك المرأة اللي كتخرج في الخمسات الصباح باش تديل وليداتها ما ياكلو أولا المرأة تاخد الحرام أنا تاخد الكريدي بالنسبة نعم وخاصي تاخد الكريدي هذا هذا لنخرج موضو أحد آخر هذا الكريدي حاجة أخرى حاجة أخرى والحمد لله أنه بزرد الناس اللي ما عندوه ما كياخدوهش هذا الكريدي كيعرفوه يتعاملوا كيعرفوه يتعاملوا كيعرفوه يتعاملوا كيعرفوه يتعاملوا كيعرفوه يتعاملوا ولكن بقوا في موضوع ديال الشهرة عندي سؤال شوية أنا براسي حاولت زي ما نقول واش نسووله ما نسوولش ولكن تمنا تجاوين بكل صراحة زيما فهمت حتى إلا كان الدار لقد دار تقبل لراها الله راك يغفر كل شي واش راشيد الوالي استغلش نهار الشهرة دياله لقضاء مصالح شخصية بمعنى ما الشهر شخصية مصالح شخصية مصالح شخصية ما الإضارة كنظر نشوف آآ الناس را يمكن يكون غير الامام ديالجامع ولا شي واحد القزار ديالة الحومة وراء لمشان المقاطع وكانوا كيعرفوه راك يعرفوه حيث المشكل فين كان هو لا بغيت تتخذ شيء ما شيء يديالك ولكن كل ناس يرحبو بك وليهذا را ماشي مشكل بالعكس قد تخلق لي المشكل أنه مثلا سيكون بروبيا و سيقول لك دوز من الباب أخرى إذا رأيك الناس يكون مدى لك شخدمة زاد حق دعلك الناس وحتى لك أن شي واحد يحبك في هذا الصف ومزروب يقول لي كيكرهك بالرغم أنت مادرتي ويلو لكن ترى لي هذا الموقف هذا ترى ليك ماشي مرة ماشي يجوش فأنا الناس يدخلوني ماشي باب ولا دوي ولكن رفضتك طبعا طبعا لكن المرات لم يكن أدي تانشي واحد يدخلني وكنتشربوها وقاووه هذو كل ورقة تصاوبوه على خطرهم ولا تندز لهم شي عادل لأن الناس كتفرح به كتبغي تعرف مما تتقنش ديال الناس وهذا دائما نقولها راهب عن المرات للقوانين اللي لم يكن يشفيهم الاجتهاد ومن يخلقوا هذا الشي لدينا بسيطة بغينا الرشوة تحيد من الإدارة لا تشي خصح لا أعطيك الرشوة لا لا غير ما أعطيك أنا أعطيك أعطي الرشوة لديك أمك في 30 أيام لديك عماليين في فرنسا كل شيء مقبول لديك مشكلة لكي تكمل لي كتمشي في كل نهار تقرب عين واحد بقي قدامك دخلت عليك بالله نكونوا واقعين نخلي ممي ونسد الصف ونخليها تموت أو ما أعطي الرشوة إذا كنت تسمى هذه الرشوة ماذا نقول بغينا نحايد هذا الشي بحلي كنا نجتهده في حواج غرين سوف نقوم بأحد القيشي اللي مزروبين هذا يخلص تنبر درهم ولا جوج هذا اللي مزروب يخلص 200 درهم لا أعطيك 10 رشوة لماذا بهذا 200 درهم هذا الموظف أستمرت سوف نزيده ونزيده واحد في الوظيفة سوف نوضع له مكتب والذي في الله يقومه والذي يريد أن يقوم بتصويره ولكن كان لديه أب أغراض وبعد المرة كانت كل الأمور معطلة لذلك يقول لك أنه سهل تقلس وتبدأ تكريتيك وتوزع الجنة والعافية ولكن الرشورة نحن نقوم بها بالقوانين التي نقوم بها إذا كان هادي من الأشياء الغداء 200 دراب ربما يعطي 500 دراب وإذا كان لديه مصلحة فيها ولأن الناس يعملون معه كمعه لا يجعلون الصف ولا يجعلون هذا الشيء من المشكلة 200 دراب 200 دراب هذا هو المشكلة لكن الصف لديه رجوع حيث نحن ندخلنا الفلوس أولا ما ستكون لأن الناس مزروبين في كل الحمارة مبينين ولكن الناس مزروبين ولكن الناس مزروبين لأن الناس مزروبين ولكن أنت هادي ولكن أنت مزروب تتخلص ودوز في أحد البلاصة لدي الناس مزروبين لديهم أشياء ديهم أمراض فيه بروستات لم يقدرش المسكني يسد صفه حشان تقولته وانت خرج تحت منه كيف حشانك تريد تديره تقوله الله الرحم بك تجدون ها رسول الإنسانية لا تهونا الناس صبت حرول بحر الناس تقول لي دوز لأنه كنا مربين للي كبير ولمريض نحن نقول لي دوز عمي لا مكين مشكلة واحد قاعد يديك الدول لقيتهم مرتبك كنقول ربما عنده دوره فوق دوز شي راس ما كين وهنا قاعد تكون هذا المصالحة الأشياء كيمشيوا هكذا حيث رأى المغربي عمور ما كان كي داع كاتر شوى رامني جناس تعمار رامني بشات فرنسا تم ما بدأوا بدأ التمييوز وبدأ يدير هادية وعطي له هادية وبدأوا الحسابات ويخسرنا ولكي رأخصك سفهم واحد القليلة سراشيد احنا عنا بخسر فيه محدة بنتام لي كدوي دبا السيد عنده الخاطر انه كيعرف كيفاش يجار الأمور دياله كلي مثلا اغلبي ما كيشبهش ليك السراشيد انا ما كانش باش ليك الناس اللي يخد دامين معانا ما كيشبهوش لينا مثلا كلي معصاب كلي مسترسيك كلي مرد نفساني كلي كده 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 بس سؤال ديالي هو كيفاش انا كمشاهد لهذا الحلقة واحد بغيت تعايش بها الفئة كاملة شنو غايدير يدير خدمة لها نفسه حيث سينورا والله ما غي تعدبتا شي واحد من غيره واذا بتصور اني كنقولك رغا تعدب غينتا حيث الكون ما مصابش ليك بوحدك والناس مختلفين نازوانا ديجيل كون ما مصابش ليك بوحدك تماما هنا الناس بزع فقين كل واحده الحالة دياله راي ممكن توزع الصداقة بالبتسامة ديالك ابتسامتوك في وجه اخي كصداقة ما لكنت نزع الأنانية هنا كنشوف شام واحد كي يجيب أوروبا وكي بدأ احنا عنا الهي احنا عنا الهي كيفش انت عندك الهي احنا احنا ظروف وهذاك الانضيبة اللي كديروه الهيارة ما كديروش انت هنا احنا عنا الهيارة احنا عنا الهيارة واللي مبنيش فورسامو على التربية مبني على الهيقاب لانه الهيارة زمن الضوء الحمر هاي تعقب ماشي مستقبالو البرمي الطنوبي اللي عاود البرمي احنا عنا الهيارة لانه كون كانوا نفرح ونعتبره محسن مني كون كانوا هاتش يديروه بلاواله ما خايفينش ماينو حيث يخاف من الجزاء وهناك يقولوا تفاصل مائتين ولا مائت درام ولا ثلثمائت درام نخلص عقاش حالية كيف يلقى الحلو لنفسه لذلك الانسان والجن اللي كانت احضره وهذا فشي انا اجيت معك وكان احضر معك بخلصة وما عرفت حلقه في الدنيا الى بغيتو تعيشهم زيان تعاملوا مع الناس الاخرين التمس لاخك من عذر إلى سبعين عذر ربما اليوم ما يرده لك واحد نهار غايجيو غايرده لك واحد نهار غايجيو وغايجيو وقلك عمي أججاج عمي اتعقل لي الله واحد نهار كنت مرحراح وادا وعطيتيني بلاسة صبح الله وديره ونادك النار درت فيك واسمح ليها أولا ترجع من واحد آخر حيث الكون خدامك لعفة الخير هيرجع لك في بلاسة أخرى هو كيرجع لك هو دوتو تفاصل كيرجع لك وكتقول ما كانش فيها الخير اتوصل حتى لبلاسة عمري من نساء واحد ديستوار كنت سمعتها على شارلي شابلين شارلي شابلين كيهود على أبه فاذاك الوقت كان سيرك وكان سيرك وهم ديرين صف باش مشوا يدير السيرك وقدمهم واحد الراجل معه وليداته وابقوا وتب غادين حتى وصلوا للجيش يا ذاك الراجل اللي قدمهم معه وقيل جوجل تلسة ديين لوليدات دياره ما سيقول لها بش حل التمان ديين السيرك قاتلوا التمان دارها كده القراصو ما عندوش التمان بش يدخل وليداته بثلاته زائد لي هو والتحرج وبدأك يقلب في جيابول اخرين كيقولوا سيربينا وبين شارلي شابلين قيح ما قيمتو واحد الفان دولار ودلو شريف 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 بالي انجليزية ديالو قلو راح بقيلة تحت لك والاخور هزها قارفيا كده قلو والاخور دارها كده وقتعلوا ليداته شتي جبر الخواطر ومن وصلات شنوبة ديال شارلي شعبلون ببه قلو عرفتش يا ولدي بلاش بلاش ما ندخلوش حي تكتشف انه وفان دولار اللي كان دهنو اعطى لها ذاك الراجل باش ميتحش مش مع ولداته وقال له اجي نتحرركم من لانا شوف شحال شحال هالدرس يسوع عن شارلي شابلين المالعيار خلق منه انسان قبل ما يكون فنان حيث لكنا حيث اليوم راه راه كنكون وحنا كل شي إلا اننا نكون انسان شحال من طبيب ودكتور ما عد فين وصل ولكني نقصها الانسانية شحال من محامي شحال من فنان شحال باش ميقولوش غيرها شحال من واحد ناجح في المهنة دياله ولكن كونك تكون ناجح في المهنة ديالك ما يعنيش انك تكون انسان حيث الانسانية اكبر من هذا كله انسانية كتشوف ابعاد عنده واحد السكانير ما كيعرفو تشي واحد واللي بيه كتترفع انتاج درجات عنسي ذربي وفي الدنيا قبل الاخيرة اقلوها الرضا عن النفس هتعرف شنها هي الرضا عن النفس هي انك هتحبت راسك على المخدة وتقول شهد ولا الى الله وشنما حمد رسول وما جي في انتسال ياك تكون ناس دي واللي اخر اخر مدهش الناس يقول كي ناس ينوض يكمي يزيد قوة اخرى معدب وإن كان يبدو للناس باللي هو اللي فرحان ولو احب الزاف كيقولوا وكيباننا بالفلوس في الانترنت وكيبان فينا يا الرضا عن النفس وشنو خلق حوله حيث انا دائما كنقيس الغيناء وشنو خلقتي حولك من سعادة الناس الذين يرين بك نعم ليس ضرور يكونوا بعد هم ما حال من يتيم مثلا نعم اخذتيهم بيدهم ونبعد البكالورياء وعونتهم كل سهر بشي يوصلوا الواحد درجة معينة ما حال ودعي تقومون بيونة ونبعد انترنت هم بعد. ما يفعل شي حاجة. لا شيء. عندما يتقطع الليسانس بحالا يتقطع الانترنت ستبقى محتوطة بما. عندي واحد جوجت الأسئلة سراشيد شوية نفسية بزاف. بعدها عجبك هاد ستركشير باش هاده. نعم زيان تبارك الله عليك. سؤال جواه. لا ما علي ما تسارك. حاول راشيد خرج من عند راشيد. وشوف راشيد اللي قاسدابا وشلنو تبغيت نصحو يدير من هنا أعوام اللي بقوا له. خرج من رأسك انت كراشيد. وشوف راشيد اللي قاسدابا شلنو تبغيت نصحو. وراشيد عنده باقي عنده ازاف حواج ما يدير. وكيشنو النصيح اللي تبغيت ولا بغي يبعد من الفن. بشوية بشوية. قد يكونو ذلك. حياتي. حد كل واحد عنده واحد الرسالة معينة خصوه يعرف فوقاش يحبس. وكتحبس إلا منبقاش عندك الجاد. إلا بقى الجو مهاش بكش. ولا الجيل ما بقيتوش كتظر نتويها بنفس اللغة. ولا المقاييس اختلفات. والآن بزاب المقاييس النجاح اختلفات. منهم الجيل. منهم الجيل. منهم المواضيع اللي وانك نطرحوه منهم بزاب ديال الامار. ما يمكنش تشارك انت في بعض الاشياء اللي هي ضد ضد القيام ديالك. تقولوا ايش من قيام عندك وحيان. لا قيام. حسور عنا قيام. وعننا حوي جيت لك ان نشرهم. ولما كانت لقاء الناس بحالك ووحدين آخرين يقولوا شت واحد المشاهد ولي عرف واحد الجملة قلناها. ولا عقل على واحد الشخصية في واحد المسلسال واثرت عليه وخدماته وفي حياته. بنسبة انا احسن جزاء. عرف اخبارك بزاف ديالاعمال قدرتهم ما تخلصش فيهم. منهم؟ بزاف ما كلياش نقول مش ما يعرفوش موانهم. ما تخلص مش اللي انه كلي ما خلصنيش. كلي ما خلصنيش لانهم ما عرفش يسير. وكلي ما شاطليش. وكلي ما اصدقش بنعدم. فانجي. إلا اذكرتهم وانعتهم قيمتهم اكبر وعيو اللي هما المحور حاشة. المسامحة. ولكن كان بعض الأعمال اللي وصلت لي يا زيتني في المجد وشغرة وحب عند الناس. والله هذا لا يسأله. لا يسأله. لا يسأله. نعطيك مثال علال القلدة. ديال الله رحمه محمد سماعين. ماشي كان غير تليفين وصرف فيه دم جوفه. حرام عليها انني ناخد ريال. وانا كنشوف واحد يحقق حلم ديالك. الان لا العكس يعطيني لابونس دير لي. شنين النتيجة؟ اليوم معلال القلدة يدرس في الكتب الدراسية عن صحاب السادس. شحال تعطي؟ باش يكون اسميتك كي يقرف عليها دريري في مدرسة. اذا مش يكون شيء يوقع في المادة. لذلك نقول لك. إذا كنت نساحبها نساحب بشوية بشوية. ما نكمل في نفس المبادئ اللي يختم. والله يسترنا. والله يضينا في الضوء. والله يجعل آخر أيامنا أفضلة وحسنة عند الله. كنت اللي يجبتي على بالقلدة تفكرت المسلسة اللي كنت تفرج فيه بزاف لي هو سلب الحمام. سلب الحمام نعم. تحشتين نور الدين بكر أه الله رحمه معلوم. معلوم. نحاول نربط نور الدين بكر بسؤال. نتمنى يكون آخر سؤال في الحلقة. دبارة تبارك الله ما عاش حال دو وزنة شي ساعة وزيادة. تخيل راسك على فراش الموت. وغيرين بك الزوجة ديالك ولدك العيلة ديالك كاملة. عشنو تبغيت تقول لي هم في ديك لو قيتها بالضبط. حاول تسدعي لك وتخيل راسك انت على فراش لموت. وضايرها بك ابتسام. مساليم. آدم. العيلة ديالك كاملها. عشنو تبغيت تقول لي هم في ديك اللحظة بالضبط. قد لا أقول شيء لأنه. هنقول حاجة. ولكن هنقول حاجة. هنقول حاجة. هنقول حاجة. ولكن عشان هنقول غاية ديك اللحظة. حيث ساعة كنت قاطع لإنسان من كل شيء. إذا كنت نقول شيء عاجة نقول لهم سبحورية. هنطلبهم مع ديارة. لكي خلعك لموت. لا 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 موت بداية دا حيات زوينة. قال لي كنديروه كنديروه من أجل. وش انت عارف راسك غيطة وبيس غتطلع منه وغتبطه وش غتبني فيه. أخير ما تدير ستقلس في كورسي. وإذا جاءت مرحام لا تقلس فيه. وتوقف انت وتقلس على الأقل أحد الشرجم. إذا كان زحام تختار الشرجم ديالك. وإذا كنت في واحد فيه ديقة ستقول له يجي. وتضعوا أحد الشرجم ديالك. انت فينا لموت. ستهبط. شوفت القيمة ديال التسامح. رأت. الدنيا هي طويس. ولكن لماذا ستخاف؟ هي بداية ديال حاجة زوينة. بالإضافة لأنه لم أعطيك الله القناعة بأي حاجة عندك. أنت إنسان فرحان. وسعيد مع الله سعى. والسخطه. لماذا تجد هذه الفرحة وهذه القناعة؟ لأنك شاكر للنعمة الله على كل شيء أعطاه لك. لأن كل شيء كان فيها شيء زوينة. كل شيء كان عندك فيها شيء زوينة في الحقيقة. لذلك إلا كنت وضايا رمبيا أول وحدة وأنا نطلب منها المسامحة. يا مراتي. أنا نقول لك أنا مراتي في جميع الحج. وإحنا قبل ما نمشيه. نزل قليا إلى رجلها. كان أبو ساق نقول لها سمحي لي إياك. كل كلمة كل حاجة خيبة قلتها لك شي نهار. وعندما أصبحت الشيارة معنا بي إياك. لأنك تشعر في رأسكم تتصر من الجائسة. لا لا لا. شوف. رفقا بالقوارير. وإذا كنت تصلح. لأنك يجب عليك أن تقوم بها. ليس ضروري للناس يفهمه. ليس ضروري للناس يفهمه. ليس ضروري للناس يفهمه. نعطيك مثال بسيط. أبداً كان يضع على مالك وكان يضع على شيء واحد. ولكن كان كريتيكي ومرحلة من المراحل. ولكن كان كريتيكي كتونة أيام ولا لدينا المعطيات. ونعطيك مثال. لنفرض أنك أب. لديك خمسة أو ستة ولا جوج ديال الدراري. أنت عارف أنك في منطقة كيمكن لها تزلزل. وحد نارك تسمع أنه الزلزل جاي. وقد تبدأت تجمع أولادك. وقد تدخلهم من البيت. أنت لا أعرف موقع ما يأتي. لا تحكم عليهم. كلهم يسخطون. أم لا يسخطون. لن أعطينا أخيب الفتيتة لهم. واذا نحن نقوم بإمكانكم بذلك. ونحن نقوم بذلك. لن يجب أن يكون مالك. هذا البيت هو المحميح لكي تخافه. يجب أن يكون كله حديد. وكفر فور في الدار. وعندما تعرف أن الزلزل لا يستطيع أن يكون مالك. لا يففلل أو يفتل في الخوف. من أنك كأب. لماذا تتفاته؟ لكي أولادك لا يفتل في الخوف. كذلك أتمنى أن هذا الأبد. يحكمي ولم يجب أن يكون قادرة. لن يحرموهم. كيف سيحرموهم؟ عندما يعرفونهم. لن اتضايحوهم وفرهم. وكذا يخرجوا فعندما يقولون الأبد. عظيم هم عايشين معه ما كانش عظيم كان سورج المشاكي البنسباليهم سورج القمع سورج يعطيهم كل حاجة بالنقطة سورج القمع من بعد كيعرفوا باللي يخرجوا الحياة ويمكن ساريا اللي غرطاه طلحت على ذاك الاب لأنه مشال الساريا ضعيفة بشوالي يقضى يبقى شده ما جيش في أولاده كيف حالك؟ عندما يكون هناك أسرة وعائلة يجب أن يكون هناك أسراء لأنه قاعدة أولادتي قاعدة أولادتي بفرصة لأنني أريد أن تربيكم وأنكم تكونوا بشكل حوالي ولا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تتسؤكم بعد المرأة الإنسان خبّيه هكذا والحياة هكذا تصمر هناك نار في الموحدة يأتي أولادتهم وتصرفوا معهم بنفس القضية ويبقعوا في نفس المشكلة لماذا كانت تتعامل معنا الويد تماما هذا كي أعرفه هذا كي أعرفه الحكمة ليس أنني نتعامل معك بالليين هو نتعامل مع الموقف الموقف نبغى تماما لأنني أريد أن تخلق منه إنسان ليس راجل إنسان لأنه البنت أو المرأة رخص الإنسان حيث أفضل ما يمكننا نديره وما نخرجه موليداتنا إنسان خلينا لا المساواة لا هادي وما ندخلوا أرى لدخلنا المحاكم حيث كون كان الخير في المحاكم ما ستستمرش كون رحلات المشاكيل ولكن ما تجد ناغي مشاكيل كان أمور ماشي ضروري يوصلوا فيها المحاكم ما احترام من العدل والمحكمة ولكن خليوا هالأمور الأساسية اللي لا بد منها ما كان أمور الإنسانية كم كان لها تصع شحام واحد كيكون غضبان معا انت خلت عيك بالله وتنير فيتي معا ومني كيش تدقي عنقك وكيشوفك كيقولك الله يرحم بك ويتك تسمح لي تقول لي الله يسامح تصور لو كان هذا الكلام بين الرجل والمرأة بين الزوج والزوجة وأن الإنسان وخاصي دي ما غلطش أنا ما غلطش ومرأتي اللي غلطت ونسبقها ونسبقها ونقول لا سمحي لي شي بس ما كان رأيت دور الدورة ويجي تقول لي أعرف تقدرتي يا خاطر يا وده وليل أنا نقول لك واحد القديق أنا كان فيه مني كانت نتنير فيك أنا كان نقول شي كلمات مع الصبين و ليس شي قلت الحياة ولكن كان شي واحد الكلمات كان نقولها والزمر ولا لا مراتي عمرا ما جاوبتني ليس لي أنا ما قادره أنا قادره قادره لكن الجواب ليش حالا يكلفنا حالا يكلفنا قلت لي قلت لي قلت لي قلت لي قلت لي قلت لي وين هنصله من بعد سواء مراتي وين هنالك وينها ناعة نعسرها ويقولها على مراتي عظيمة كان فيها ما تقول لي وينجي تكون لديها لتستفرزها تقوم بإزال درجة ولم تتواجه مراتي تنتصر في الجولة ولكن تخسر المباراة تخسر الحب و التقدير ولكن صحيح حتى عند الرجل تقول عن المرأة انا احب بحكم ان انا راجل كان احضر علاقاتين مع مرأة باش ما يجيوش واحدين اخرين يقولك لا وعلاش اسيدي كلهم يجب ان يكونوا متسامحين ومزيان على وجه الدراري على وجه همه على وجه ابوه على وجه العشره اللي قدرناه على وجه الناس اسيدي غاي يكون على وجهه ما كانش نفاق ما بير راجل المرأة ما كانش كذوب ما بير راجل المرأة اذا كان الكذوب المرأة اتفرحها امرحبا بها خليك اتفرح انا انا سنستغل تبارك الله عليك السلامة والله احبتك شكرا بزاف هذه جلسة نفسية ما جلسة نفسية تعالي السبت بزاف شكرا فرقة صوير شامو ريضا وفرقة المونتاج محمد الزراري وفرقة سمين يانسين حسيسي ونتلقى ان شاء الله بحلقة جديدة على برنامج طول تابس شكرا 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 شكرا